الحصان البري لا يوجد إلا في بلدية ولد عسكر بوسيف بولاية جيجل هكذا تداول الناس هذه المعلومة منذ عدة شهور وهو ما أغرى فضولنا للاكتشاف يوم كامل في تقص أطار الحصان دون جدوى يدوروا مننا الوزطة اللي هنا الفرش نقولوا له الفرش وهذه البلاصلة ربعة هذه يدوروا واش يأكلوا هنا يأكلوا الديسو ويأكلوا الغباء الخنج هكذا وستوف هكذا كما نقول له هنا همان يدوروا سلتون هرسمي شي يكونوا يدوروا هنا يدوروا في الجوية هدو ما حتى المغبات على زويتنا التحت بدأ اليأس يتسلل إلى قلوبنا في المساء وكيدنا نعود أدرجنا قبل أن يلحى المبتغى أخيرا بمنطقة الأربعة أحصنة بألوان وأعمار شتى قيل أن الأصلية منها كانت لفلاح قبل أن يتركها لحالها في الخلاء يدوروا في الجبل هم يدوروا في الجبل الناس هكذا يجيوا من ذلك يجيوا وتصوروا معهم يحفزهم يمشي ويجروا ويشوفوا معهم كيف يجروا بعضها كان وديعا مسلما يعتقد أن ذلك يعود إلى ألفة السنين التي جمعتها مع قطعان الأبقار أما عددها بالتدقيق فيجهل إلى حد الآن على مساحة بمئات الهكتارات تنتقل في مشاهد متيرة زدها إطارة فضل الناس الذين يقصدون المنطقة لرؤيتها وأخذ الصور التذكارية ولو أن الحظ في غالب الأحيان يخون البعض منهم حين تختفي عن الأنظار خلوا الناس يجيوا يشوفوهم من بعيد هكذا ويحوزوا يصوروا معهم يمشيوهم قدامهم يعودوا يلعبوا معا هذا الصغار هذا الحصونا الصغيرين هذا تركنا الأحصنة تستمتع بموطنها الطبيعي وعودنا أدرجنا بلا خيبة هذه المرة وكان أملنا أن نعود داتا يوم وهي بالعشرات ترجمة نانسي قنقر